قللون من يذكرهم التاريخ ببصماتهم ويسجل آثارهم في صفحاته الناصعة خديجة المجيدي المرأة التعزية التي سعت وما زالت في دعم جبهات تعز المختلفة لإيمانها النابع منطلق مقاومة الانقلاب ولو بالشيء اليسير استطاعت من خلال تحركها المستمر في إقناع الداعمين وتوصيل ما يمكن فعله لأبطال المتارس والثغور هم الأكبر أن أقوم بالدور يكون لبصمة في هذه الحرب لماذا لا أكون لبصمة وأنا قادر وأنا لدي من الإمكانيات المتاحة أسرتي أيضا معروف عنها من النضال وأيضا والدي والجميع فقلت لابد أن يكون لبصمة كثيرة تلك المشاريع الخيرية والإغاثية والإنسانية وإمداد القبهات إضافة إلى تفقد الأسر المحتاجة والفقيرة والنازحة وعبر مبادرة النعيمة التي أسستها خديقة أول مشروع قمت به هو مشروع إعداد الكعك ثانيا تسديد قزم ديون الصيدليات لقرحة المقاومة أيضا إعداد فرن قبهة مقبنة للأسر النازحة وأيضا للمقاومة الذي كان في ثلاث رمضان أيضا مشروع سقيا المالي لقزم قبهة تعز أيضا مساعدة تزويق شباب المقاومة بقدر المستطاع والكثير من الأعمال الخيرية بمثل هذه المرأة صمدت تعز تضمض جراحاتها رغم النزيف المستمر يقابله عطاء مستمر مهمة عالية لدى خدجة بنت تعز أحمد مكبر آنة سوهيل تعز